خليني أروح الأول لدكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي من نيويورك عبر سكايب دكتور ماك مساء الخير أولا أهلا مساء الخير عليك وعلى جمهورك الكريم دكتور ماك يعني كيف تتابعون أنتم في الولايات المتحدة هذه الحالة من التوتر بين روسيا والغرب ماذا تتوقع أنت شخصيا من لقاء بلينكين ولفروف هل يمكن أن ينزع هذا اللقاء فتيل الأزمة؟ هو اللقاء حيتم على هامش منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحيبقى قبل لقاء لفروف مع أنتل بلينكين فيه لقاء مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كولبة وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بيدعموا بالتأكيد استقرار أوكرانيا لازم ترجع معايا لألفين واربعتاشر وما فعلته روسيا في أوكرانيا ودعم المعارضين داخل أوكرانيا وافتعال استفتاء الجميع أجمع أنه كان غير منصف بموجبه تم ضم إقليم القرم إلى روسيا فأعتقد أن النية مبيتة من روسيا من 2014 وطبعا مجموعة المينسك تكلمت في هذا الموضوع وهي فيها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى في أوروبا محاولة لرأب الصدع الولايات المتحدة الأمريكية كانت تأخذ منحة تدعم في أوكرانيا ولكن الديمقراطيين لم يدعموا الجيش الأوكراني بالدعم اللازم من الأسلحة واسمعنا موقف أوباما من هذا الموضوع وما فعله جو بايدن كان نائب رئيس وفضائح ابنه وفضائح الرئيس دونالد ترامب والمكالمة التي تم تسجيلها مع الرئيس الأوكراني كل هذا لم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم إلا في حقبة ترامب أعطى الجيش الأوكراني الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسه وأيضا الهجومي النهاردة روسيا بتحشد ما لا يقل عن 100 ألف على الحدود الأوكرانية وتبيت النية لعمل عسكري والروس بيقولوا نفس الكلام يا سوز ماك دكتور ماك إنه 125 ألف جندي أوكرانيا على الحدود في قليم الدنباس عندما تحشد أوكرانيا جنودها للدفاع عن الحدود لا أعتقد ده يختلف مع المجتمع الدولي والسياسة الدولية عندما تشحن وتحشد روسيا جنود لغزو أوكرانيا غزو أوكرانيا؟ هل أنت متأكد أن روسيا لديها النية لغزو أوكرانيا؟ أعتقد أن روسيا تريد أن تعدل الميزان القوى العالمي الآن روسيا النهاردة لابد من وجود نزاع ولابد من وجود عدو أنت تعرف أن في الدول الحديثة يجتمع الشعوب وتجتمع الأراء على الرؤساء عندما يكون هناك حرب عندما يكون هناك عدو فروسيا النهاردة لابد أن تستعدي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا خلينا روح لروسيا دكتور ماك مع دكتور تيمور دويدار الكاتب والمحلل السياسي الروسي أيضا من موسكو مساء الخير دكتور تيمور يعني دكتور ماك يقول بأن الروس يستعدون لغزو أوكرانيا ويحشدون قوات على الحدود وأنهم يبحثون عن عدو خارجي لكي يتوحد الشعب حول بوتين دكتور دكتور تيمور هل تسمعوني؟ مش سمعني الدكتور تيمور يا جماعة طيب أرجع تاني أرجع تاني للدكتور ماك شرقاوي يعني إذا ما ظلت هذه الوتيرة السريعة في التصريحات المتبادلة وحرب التصريحات يعني من هذا الجانب ومن الجانب الآخر دكتور ماك ما توقعاتك يعني الخطوات العملية على الأرض يعني خلي بقى لك بقى في حاجة مهمة جدا بتحصل حلف النيتو النهاردة بينشر قوات هجومية في المنطقة المحيطة بأوكرانيا مع أن أوكرانيا لست عودة حلف النيتو بعد ولكن أعتقد أن هذا التطور الجديد بيديني أنا يعني انطباع أن النيتو أصبح تحت السيطرة الأمريكية تماما بدءا من يناير هذا العام عندما صرح الرئيس بايدن في بداية تصريحاته السياسية الخارجية أن عداء أمريكا الأصليين هم روسيا والصين وأن أمريكا ستتجه شرقا لمواجهة عداء الحقيقيين ثاني يوم طلع الأمينة العام لحلف النيتو وصرح نفس التصريح أن عداء الحلف هم روسيا والصين وبالتالي 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 أعتقد أن الآن مع التدخل العسكري الهجومي من قوات هجومية لحلف النيتو ده بينشئ أن أمريكا لديها أدلة قوية أن روسيا يعني تخطط إلى غزو أوكرانيا طبعا يعني معلش يا دكتور ماك يعني الروس دائما يقولون أنه حلف النيتو تم إنشاءه وتم تأسيسه لمواجهة حلف وارسو حلف وارسو أصبح في خبر كان من زمان من 30 سنة تقريبا الآن لماذا يقترب حلف النيتو دائما من الحدود الروسية ما هو الروسيا الاتحادية ورأسة الاتحاد السوفيتي لا نستطيع أن نفرق ما بين الاتحاد السوفيتي سابقا وبعين الروسيا الاتحادية فقدت الكثير من الدولات بعدما انفرط العقد في الاتحاد السوفيتي ولكن ظلت روسيا قوية خلال الثامن سنوات الماضية استطاع بوتين أن يصل بروسيا إلى أن تصل الآن إلى قوة عظمة تناطح الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وينشر الآن الصواريخ على الحدود أوروبا وهناك حالة من الاحتقال بالتأكيد بالتأكيد هذا الموضوع سيكون هناك فصول له ربما في الأيام القليلة الماضية لأنه التوتر بلغ مرحلة خطيرة ربما لضيق الوقت أنا بشكرك شكرا جزيلا أنا دكتور رمك شرقاوي الكاتب والمحل السياسي الأمريكي من نيويورك